عدنا لحضراتكم مرة أخرى عايزة أقول لكم من أهم الأشياء وانت بتخطط للمستقبل انك انت بتخطط بطريقة عرضية بتخطط في كل المجالات والاتجاهات حياة كريمة بنتكلم عن الصحة والبناء ونتكلم عن الكهرباء ونتكلم على كذا ونتكلم على مجمعات صناعية واقتصادية والشباب وبنتكلم على المدارس وكل حاجة ولكن أيضا حياة كريمة فيها وعي حياة كريمة تحتاج إلى الوعي تحتاج إلى الترفيه أحيانا عشان كده أنا معجب جدا جدا بما تقوم به وزارة الثقافة وزارة الثقافة عاملة إيه؟ وزارة الثقافة عملت مرحلة أولى ودخل المهاردة بمخطط لمرحلة تانية مرحلة تانية للمشاركة في حياة كريمة عاملين 1174 نشاط عاملين جد والكده في 106 قرية في 7 محافظات حيتحرقهم فيهم بأنشطة كثيرة جدا ولكن حنعرف بقى تفاصيل إيه الأنشطة دي؟ مين المستهدف من الأنشطة دي؟ مين اللي حيقدمها؟ إيه الفرق اللي حتروح على الهاتف الدكتورة الفنانة الكبيرة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مساء الخير معاً الوزير مساء الخير يا سيد شرد إزاي حضرتك؟ الحمد لله وأنا أولاً يعني مبسوط أوي أوي بوصلكم للقرى يعني أمنية يعني بدأت تتحقق وشفناها في المرحلة الأولى ونشوفها في المرحلة التانية بس قوليني أنتو مخططين إزاي؟ وإيه هي القرى اللي أنتو نوين تروحوا لها أو المحافظات اللي أنتو نوين تروحوا لها؟ إحنا طبعاً بدأنا بالفعل المرحلة الأولى بدأناها في شهر مايو وحتى وقتنا هذا ولكن حالياً قاعدنا خلاص الخطة ونبدأها بإذن الله في خلال 48 ساعة القادمين يعني بدأنا فيها بالفعل إحنا مخططين طبعاً الحقيقة لهذه المرحلة حتى بإذن الله فبراير 22 يمكن توسعنا بقى بشكل أكبر الحقيقة بالنسبة للخطة بتاعتنا لأن درسنا يعني عملنا درسات كتيرة جداً جداً وبنواة طبعاً بنحاول النواة بالسرعة اللي بتتم بهذا المشروع العظيم لفحامة الرئيس بنتحرك بـ 1174 نشاط في 106 قرية ب7 محافظات المحافظات هي إن شاء الله هتكون أسيوس، كفر الشيخ، قنة، الفيوم، الإسمانية، الشرقية، البحيرة كويس جداً الحقيقة يعني إحنا طبعاً كنا مستهدفين القرى من فترة طويلة جداً ولكن هذه المبادرة العظيمة ساعدتنا بشكل كبير وأوسع وسريع إن إحنا نقدم نتحرك فبالفعل بدأنا نتحرك بمجموعة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة طب خليني أوقف أوقف حديك بعد إذنك هنا طب بلي فان هذه الأنشطة هتقدموها فين يعني حديك هتروحي للقرية ولا عايز أهل القرية يجولك المركز ولا يجولك كده لا هنروح للقرى لا هنروح للقرى يا فندم هنروح للقرى وده طبعاً تم تنصيقه مع أستاذ المحافظين ومعالي وزير السنوية المحلية وشباب والرياضة والتعليم هل يعني هتروحوا مراكز الشباب أو في المدارس اللي بباني الجديدة لا وفي الميادين يا فندم لأن طبعاً إحنا كنا بدأنا خطوة أهمة جداً جداً من خلال المسارح المتجولة فدي طبعاً ساعدتنا بشكل كبير جداً للتحرك وإن إحنا نقدم نوضع هذه الاستراتيجية للحراك فيها من خلال هذه المسارح المتنقلة أو المسارح التجوالي يعني الحقيقة بنقدم كل أشكال الفنون اللي إحنا والاستراتيجية اللي موضوعها هتكون طبعاً فيها عروض موسيقية للأطفال والشباب والاختبار وعروض مصرحية وورش فنية وأدبية وفكرية وأنشطة لكتشاف المواهب طيب يعني طيب يعني هتروحي تعودي في قرية كذا يوم؟ نقعد كذا يوم يا فندم وفيه بعض لو فيه بعض الكرة اللي يكون فيها صعوبة الحقيقة نصقنا مع وزارة المقلة أيضاً إن إحنا ننقلهم ونجيبهم لأقرب مركز ممكن يكون موجود وينكون عندنا فيه المكان بتاعنا فبالفعل اتحددت الخريطة على هذا الاستراتيجية بعد الضرافة طبعاً كويس جداً ولاحظت أيضاً أن أنتو عامدين ورش للحرف اليدوية والتراثية بالضبط احكي لي بقى المنطقة دي لأن دي منطقة مهمة قوي أنتو عامدين حاجتين مهمين الأولى هي اكتشاف المواهب عايز عايز أعرف مين اللي رايح من وزارة الثقافة وبتدوروا على إيه؟ كل وزارة الثقافة كل وزارة الثقافة يعني الأوبرا موجودة طبعاً هي أطور الثقافة طبعاً هي لها الجانب الأكبر هيئة الكتاب الحقيقة هيئة العمل الكتاب وعندنا هنا مشروع دي أحب أضيفه لأن دي نقطة مهمة جداً جداً عملنا أيضاً مشروع كشكة كتابك هذا المشروع بيستهدف نحن بنوفر بإستخدام هذا الكشكة هيكون موجود ودرسنا بالفعل وبدأنا بالتكتير الماكن اللي هيضع فيها دي هتكون ثابتة هذا الكشكة هيكون ثابت في القرى عبارة عن مكتبة المكتبة دي هيكون فيها بنقدم من خلالها مضوعات وزارة الثقافة بإصداراتها كلها زائد الحقيقة نجحنا مع إتحاد الناشرين المصريين إن دور الناشر هتكون مشاركة معنا وطبعاً هذه الكتب هتكون بأسعار مخفضة جداً ده شيء جميل لأن القرى المصرية بتقبل على القراءة بشكل كبير طيب ننتقل أهم منها الحقيقة إن ده هيكون شبه مركز يعني تنويري مش مجرد إن هو كشك فقط وحيكون دائم ودائم طبعاً وبيتم يعني بتفعيله من أبناء القرى إحنا إحنا فقط بنمدهم بالمحتوى لكنه هو هم اللي هيقوموا بالعمل بي يعني طيب اكتشاف المواهب بتدوروا على إيه بتدوروا على حد بيرسم حد بيغني حد بيعزف بيغني بيمثل بيعزف بيالقشار الحرف اليدوية أيضاً بنكتشف كتير في المواهب لأنه بيبقى فيه مواهب كتيرة جداً جداً أيضاً وبنعمل لهم ورش وحيكون في ورش في كل طفل طيب بعد ما حضرتك اكتشفتي أن فيه طفلة أو طفل أو شاب عنده موهبة ولكن هو مثلاً فيه قرية في أسيوط هتعملي إيه هتبدأي تتعاملي معه إزاي على طول يا فندم بيتم دعمه من خلال أقرب بأسر ثقافة موجود حتى هذا لو كان موجود في مركز شباب يعني أو موجود في قرية بيتم طبعاً إن إحنا بنتوصل معهم بيكملوا معنا وبندعمهم وبيكونوا مشاركين معنا بنكمل بقى أسبقية هذه المهمة والموهبة بنبتدي طبعاً نرعاها أنا عايزة أقول لحضرتك إن إحنا كنا بسعلاً بدأنا بشقه وكنت يمكن حضرتك اتكلمت عن هذا الموضوع المهم جداً جداً جاهزة المفضل الصغير جاهزة المفضل الصغير تعادتنا في إن إحنا اكتشفنا كم من المواهب في محافظات مصر غير طبيعي الحقيقة وتوصلنا وقدموا وفعلاً أعلننا عن النتيجة وكان يعني بالحقيقة شيء مبهر النهاردة الأفصال دول بعد ما تم خلاص حصلهم على هذه الجاهزة ما اكتفناش بهذا بل بالعكس إحنا دلوقتي مستمرين بإذن الله من أول شهر سبتم بتتم رعاية هذه المواهب بها حتى تستكمل موهبتها يعني القيمة كبيرة اللي هم حصلوا عليها دي نحن نقدر ندعمها بشكل جيد تمام جداً بالتالي ده اللي هيحصل طبعاً مع نفس الأفصال يعني ده دور المؤام مجرد أن نحن هنكتشف مواهب فقط يعني العروض المسرحية وانتقال العروض المسرحية يعني عارف طبعاً اللي انتو عملتوه وانزلتو للناس بعروض مسرحية في الشارع والآخر بس قد يكون المسرح التجريبي أو العروض بتاعة المسرح في الشارع مش قريبة قوي من أهلنا في الريف عكس فندم تم طبعاً وضع خطة خاصة جداً وبعدين على الفكر احنا بنطلع كل العروض وعايز أقول لحضرتك أيوة يعني في عروض كبيرة حتنزل للأقليل طبعاً وبالفعل نزلت يا فندم بفعلت عروض كبيرة بفنانين كبار والشائر رائع الجميل إن الفنانين يعني قد إيه حالة الترحاب والسعادة اللي هم فيها في مساركتهم في هذه المبادرة إحنا بالفعل يعني أنا بكلم حضرتك دلوقتي وبالفعل عندنا المسرح التجوال شغال في أكثر من قرية يعني بفعلاً وبعدين وده طبعاً إحنا الحقيقة إحنا مكنش ممكن نحقق ده إلا إن جهات وزارة الثقافة إنها كلها تتعاون مع بعض وده اللي إحنا بنعمله دلوقتي منظومة واحدة عشان نقدر نحقق ده يعني لازم نتحرك بمسارح متجولة نقدر نتنقل بيها نقعد ثلاث ليالي مثلاً أو أربع ليالي في قرية معينة بعد كده بتنقل العربية أو المسرح ده جد بينتقل لمكان تاني يعني كل الجهات بوزارة الثقافة لان تدخل مع بعض عشان نقدر نحققها هي بالفعل إحنا شغالين حالياً دلوقتي المسرح في قرى كتيرة جداً حقيقة دكتورة إناسة عبد دايم وزيرة الثقافة بشكريك شكراً جزيلاً على هذه المدخلة وعلى هذا المجهود